للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكوتي جروب أهلا وسهلا بك رائد سأبدأ معك من الأسواق الأمريكية إنفيديا يعود ليرتد صعودا اليوم بعد ثلاث جلسات متتالية من التراجع أفقدته لنحو 430 مليار دولار من قيمته السوقية اليوم نشهد زيادة أو ارتفاعات على إنفيديا بأكثر من ثلاثة في المئة في هذه الأثناء ومعه نشهد ارتداد أيضا على شركات صناعة الرقائق الأخرى على رغم أن هذه الأسهم بدأت الجلسة على تراجعات فهل انتهت موجة التراجع برأيك على إنفيديا وعدنا لموجة جديدة من الصعود؟ أم ماذا؟ نحن شفنا نفيديا أداءه الممتاز جدا قبل السبلت كان حقق ارتفاعات قياسية يعني ما يقارب الـ 170% الذي حققه هذا السام خلال هذا العام الآن نحن نتحدث عن عملية جني أرباح كثيفة كانت موجودة في الجلسات الثلاثة الماضية أو يعني بشكل صريح ممكن جدا أن نستطيع أن نقول أنه ممكن أن نبدأ بعمليات ارتداد واضحة لهذا السام بالاتجاه الصاعد في ظل وجود أو استمرارية وجود الأسباب التي ساهمت بارتطاع هذا السام بشكل كبير جدا مع هذا الطلب على الذكاء الاصطناعي وتفرد واضح من قبل نفيديا في هذا القطاع في صناعة الرقاة الكترونية بالتالي وأشبه الموصلات بالتالي يعني ذلك يؤكد على أنه في يعني متماسك بشكل كبير جدا أداء هذا السام ويوجد فيه يعني سيولة كبيرة وبالتالي كان التقلب عنيف شأن وشأن القطاع التكنولوجيا بشكل عام والرياكشن عليه بيكون قبل المستثمرين بعمليات نزوح سريعة ولكن العودة للارتداد اليوم تؤكد على أنه ومقدار الارتداد الذي شهدناه حتى الآن بالاتجاه الصاعد يؤكد على أنه الاتجاه العام لهذا السام لا يزال مستمر بالاتجاه الصاعد وربما التوقعات الكبيرة أو المتفائلة التي تقول أن هذا السام ممكن خلال الأعوام القليلة الماضية القادمة عقوان خلال العامين القادمين نشهد فوق 300 دولار أو 400 دولار للسهم من مستويات القالية قرابة 120 دولار للسهم إجمالا أشباه الموصلات أو قطاع أشباه الموصلات الذكاء الاصطناعي يعني يشكل المحرك الرئيسي لهذا القطاع ومع ذلك رأينا ارتدادات الـ UT100 أو الـ NASDAQ ورأينا كذلك ارتدادات واضحة في الـ SMB500 لواصل الارتفاعات للمستويات القياسية أعتقد لا تزال موجود هناك ثقة كبيرة في هذا القطاع وهو المحرك الرئيسي والأبرز للأسواق في الفترة القادمة والذي يغذي بشكل أكبر هذه الأمان إمكانية التوجه نحو تقليص لأسعار الفائدة وإن كان واحدا خلال هذا العام ولكنه يعني انتهاء فترة الأسعار الفائدة المرتفعة وبدأ فترة جديدة وهي أسعار فائدة أقل ولا شك أنه أرقام الـ PCE التي ستصدر يوم الجمعة سيكون لها تأثير على قرارات الاحتياط الفدرالي في الفترة المقبلة بشأن الفائدة رائد أيضا نتابع اليوم سهم بوينغ وأيضا سهم Spirit Aerosystems في ظل صفقة مرتقبة بين الشركتين بوينغ سمعنا أنه مصادر لبلومبرغ ووالستريت جورنال عرضت 35 دولار للسهم لشراء شركة Spirit Aerosystems صبعا هذه المحادثات جارية منذ فبراير الماضي كان من المفترض أن يكون العرض نقدي الآن هو عرض أو صفقة أسهم وبالتالي أيضا هناك حصة لأيرباس في هذه الصفقة لأن أيرباس أيضا ستقوم بشراء بعض المصانع في أوروبا من Spirit Aerosystems فما أهمية هذه الصفقة أولا لقطاع الطيران من ثم لشركة بوينغ خاصة وأنها تعاني من مشاكل السلامة وأيضا لأيرباس التي اليوم تشت تراجعات قوية في أوروبا بسبب تخفيضها لتوقعاتها لتسليم الطائرات خلال العام الجاري وأيضا خفضت توقعاتها للأرباح في العام الجاري فاليوم ما أهمية الصفقة في تأمين سلاسل الإمداد أيضا لهذه الشركات؟ حقيقة نحن نعمل شهد بقطاع الطيران صورة كبيرة جدا في الفترة الحالية وصل العامين والماضيين كان هناك عودة قوية جدا لهذا القطاع جرب القودس في الطائرات وما إلى ذلك رأيناها تظهر بشكل واضح في الأداء أو في الارتساح لنصح التعبير وهذا يعزز أنه يوجد هناك طلب كبير وتوقعات أن يكون هناك طلب أكبر في الفترة المستقبلية وبالتالي تعزيز أو هذه الصفقات الاندماج والصفقات التعواذ الجديدة تعزز من هذه الفكرة أنه يوجد هناك عودة لرغبة المستثمرين ربما حتى في الفترة القريبة القادمة سوف يكون بحثا عن أسهم دفاعية أكثر وأسهم خدمات بشكل أكبر وربما ذلك يدعم ارتفاعات أكثر في نفس الوقت الضعف الذي نحن نشهد في القارة الأوروبية ومحاولات استغلال الفرص من صح التعبير من أيرباس في الفترة الحالية هذا يعتبر بنتيجة أنه لدينا صفقة مقومات ممتازة في الفترة الحالية بالنسبة لهذه الشركة وبالتالي ذلك يعزز إمكانية أن يكون في عنا ربما سهم تحت الضغط نحن نشهد وقاليا ولكن بشكل واضح يوجد انتراجة كبيرة في هذا القطاع وفي أداء هذه الأسهم في الفترة القادمة ورح نشوف تواجه أكبر من المستثمرين نحو قطاعات الطيران وقطاعات تقليدية جمالاً وتنخفض أكثر ربما من ناحية التكنولوجيا ومن ناحية الشركات اللي هي الهايبا أو اللي هي الطفرة اللي عم بتكون في الفترة الحالية هذا ما متوقع بشكل كبير جداً وربما يكون عليه تركيز أكبر في نهاية تعاملات هذا العام شكراً لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في شركة أكوتي جروب شكراً لك شكراً لك